الحاجة التانية اللي انا عاوز اتكلم فيها لكن انا نبهت عليها الفترة اللي فاتت وهو التحكيم اللعبة بدأت لعب تحت الترابيزات وقلت لكم انا شامي وريحة بش كويسة طبعا انتعارفين مارك كلادنبرج اللي هو الخبير الانجليزي اللي كان رئيس ناجة الحكام الراجل ده فيه كلام والله ما انفعش يتقال فيه كلام ما انفعش يتقال اللعبة على ودنه في اتحاد الكورة اتعقدوا مع الراجل وجيش تغل بس عشان ايه انا شاف فيه هجوم شارس جدا شارس جدا 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 من بعض الاندية وبعض البرامج على مارك كلادنبرج ليه عشان الراجل خلى كده خلى الخط مستقيم وكله ماشي بدليل الراجل لما مشي الراجل هيعمل تقرير حيقلبيه العالم وبعدين انا مش عارف انا مستني ايه رئيس لجنة الولمبية سيد الوزير مستني ايه والتاني رئيس لجنة المسابقات الاخ عامر حسين الراجل بيقولك بيغير الحكام قبل الباتش بدون علم رئيس لجنة الحكام هو فيه ايه تعاوزين ايه زي السنين اللي فاتي تعاوزين السنين اللي فاتي انا بقول لكم انسوا بقول لكم انسوا وانا معرفش فين الكابتن حازم امام فين الكابتن بركات فين هما مش انتوا في اتحاد الكرة وانتوا اللي تعاقدتوا مع الراجل ده طب كنتوا فين من الهجوم على الراجل مين اللي هيحمل الراجل الراجل فات بيه ده يلعب له من هنا شوية في الجدول وده يلعب له ويغير الحكام وده يعمله وفي الاخر اللي تبصت يقولك اتحاد الكرة اما طلع بيان بيان خايب بتاع تلميذ في سنة قولة ابتدائي حتى التلميذ دي يعمل حاجة احسن من كده يا جماعة استقيلوا وامشوا والله العظيم لكم استقيلوا وامشوا انتوا بقيتوا حاجة صعبة قوي 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 على كرة مصرية وطول ما كرة مصرية كده انا بقولها لكم بكل امانة طول ما كرة مصرية كده مفهاش انصاف لبعض الناس وتعملوا حساب للصوت العالي انسوا ان احنا هناخد اي بطولة مهما جبتوا مدربين ومهما مهما عملت والراجل بعد كده بيقولك انا في العقد بتاعي ما كانش فيه ده انا مش المفروضة بقى موجود في مصر اروح واجي وهنا 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 الله طب انتوا وبعدين بتقوله ايه السهوة مش ما بيحضرش وما بينش محضرات طب انتوا تعقلتوا معلى اساس الاخ حازم امام اللي راح وتعاقد معاه اتعاقدت معلى اي اساس ولما انتوا عارفيني اتحاده الكرة كده وقلتوا قلتوا عشر راجل ويستمير خلتوا استمر ليه الفترة رفاتت وبعد كده اللي انا عارفه ان الراجل انتوا بتقوله ابت شهرين ما ابتش حاجة الراجل مارك كلادنبرج ما ابتش حاجة انتوا سيبتوا كده عايب الدنيا كلها عايبة والرجل بيحاول ليعملكوا منظومة صح وشوفنا الحكام الحكام يا جماعة ده انا فيه فيه فار يشتغل وبعدين يجي على ضرب الجزائق مواقف بعدين يشتغل تاني فيه في الدنيا كده وتقول لي عايزين نلعب النافس في بطولة عالم وبطولة اندية وبطولة مش عارف ايه كرة ايه دي لا جدول سابت ولا حكام نفعيين بعد ما الراجل بدأ اشتغل وقالوا ان الحكام الصغيرين طالعين حاجة تفرح وحاجة كويسة جدا وحاجة مشرفة فبصت ليه قال ابو الجدول جابوا ان الناس العواجيزي التانية اللي هي الحكام التانية اللي بتبيع على طول علنا وبعدين انا قريط للسيد احمد دياب رئيس ربطة الاندية بيقولك الراجل كان بشتكيلي طب انت ما عدتش ليه رئيس الربطة مع رئيس الاتحاد قال لك اصديبش اختصاتي يعني انت موافع للترماخة اللي بتحصل يا جماعة ما انفعش يا جماعة ما انفعش انت بصوا للي حوالينا وصلوا فين في الكورة وصلوا فين وشوفوا اللعيبة اللي وصلت وعاوزت احترفها من سوا العالم هو فيه ايه ايه اللي جررنا ما كناش كده احنا نبقنا سلبيين اوي 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 كده واللي يحصل ياخل اللي بشعجبه يمشي اللي بشعجبه يمشي والله العظيم ثلاثة الناد انا بقول ليه بقولكوا الناد لألي ده نادي كبير لان كبير بالسلوكيات والمبادئ والقصص وكل شيء بيعمله الناد لأهلي صح عشان كده الناد لأهلي احترامه برا اكتر من جوا من هنا شوف الاتحاد الافريقي بيعمل معايا شوف الاتحاد الدولي بيعمل ايه شوف ناديا لما بيسافر برا بيعمل ايه شوفوا المنظر العام بتاع اللاعبين والاجهزة ورئيس البيعاج بيعمل ازاي اتعلمه بشعب انك تتعلمه هفضل اقول كده لانه روح اتزعلان على بلدنا من اللي بيحصل في الكورة وانا هنا بقول للمسؤولين عن الكورة لو تلغوها يبقى احسن لان فيه علعاب تانية بتشوفتوا الكورة اليد بسم الله ما شاء الله رجالة حتى لما بيخسروا رجالة في الملعب انما احنا احنا ما عدناش كورة ولا عندك دوري ولا عندك اي حاجة رئيس لجل المسابقات بتدخل في رئيس لجل الحكام يقوم مغير حكم ما تشات بيش ثابتها الجدول بيش ثابت طب انت عاوزين ايه عاوزين ايه فين اللجنة المسؤولة عن الاتحادات فين سيادة الوزير اللي سمعتها مقت زي الطيم برة بكورة القدم على اللي اكتب على الراجل كلادنبرج كلام اللي اكتب عليه والكلام اللي تقال عليه في قنوات مصرية يا جماعة انتو بش حاسين ببلدكم ولا ايه انتو بش حاسين ببلدكم احنا سيادة الرجال بلف هنا وهنا وهنا وانتو محلك سر وانتو عاملين نفسكم مش اخدين بالكم انا بمفاعل عشان خاطر انا زعلان على ما بيحصل زعلان للبلدي زعلان على ان بلدي اسم كبير على مستوى العالم والمسؤولين على البلد دي بيعملوا كل حاجة عشان خاطر رفعه من شأن البلد انا ما عرفش الناس دي عايزة ايه انتو مفضوحش على بلدكم غيروا على بلدكم وادها لا لا ما تبص الحاجات دي انا بشتكلمها بجبوش من عندي انا جاي بالجرائض الاوروبية كلها الانجليزية والايطالية والاسمانية مفضوحين في فضح غير عادي بالنسبة لحالنا يا جماعة ما ينفعش وقلت قبل كده ونبهت قلت الناد لالي رجع والحمد لله الناد لالي رجع قلت خلي بالك فيه تلاعب بيحصل في لجنة الحكام بيحصل علنا والراجل ده لسه الراجل لما يعمل مؤتمر هتبقى فضيحة بجلاجة زي ما بيتقال اظن انا بقول للاتحاد الكورة كنتم فاهمين ان زي السيناتين اللي فاتوا هتمشي كده منترمخها وبشعار فيه كانت انسوا انشاء الله الدور يتلغي الغوه دي الجرائض الاوروبية كلها الانجليزية تكتب الراجل يعني قالوا على الراجل على الراجل حاجات انا عيب جدا لما اتكلم فيها وطالعين انا اخوانا الزملاء في القنوات التانية بيتباهوا بيتباهوا ان الراجل وبيقرروا الكلام اللي تقال فيه في الدنيا كده ما يطلع واحد على شاشة قناة ويقول لك ياسر الراجل كذا وكذا وكذا يا اخي عيب يا اخي يا اخي عيب يا اخي احنا مصريين مصريين واصحاب كرم عيب عيب والله العظيم الواحد حزين انا لحد كده هتوقف انما الموضوع ده او القضية بشقفلها لا لان اللي جاي اصعب اللي جاي اصعب وهقول على اللعب هجيب كل حاجة اذا ما باتفق معك واتفقت معك هقول كل حاجة قدام حضراتكم احنا ضد الناس اللي هتهد وبالأسامي ما عندي ناش حاجات اكتر من كده حاجات تانية كنت عاوز اتكلم فيها نكاس العالم هيبدأ اهو خلاص اهو يوم واحد اللي هو يوم الاربع اللي جاي لو لنا عمر يا رب ان شاء الله والنادي الاهلي بيلعب باسم مصر النادي الاهلي بيلعب باسم مصر مش باسم جماهير ولا لان النادي الاهلي بجمهورية مصر العربية الناس اللي هي هتحفل وتكتب وتعمل وعاوزة تهدي النادي الاهلي انسوا كان زمان كنتوا بتشغلونا بالكلام كنا بنبص كانوا لك الحق شوف العصفورة كلام انتهى خلاص الكلام ده انتهى وبعد كده ابص لقى برامج يجي بصيرة الحكم يقول لك اهو اصل النادي الاهلي عشان هو الاول فيقول لك الحكم حاله طب ما تكسب اكسب وبقى الاول يا سيدي اذا ما كانوا بيعملوا معاك السنين اللي فات انا ما عارفش فاحنا عاوزين كلنا يبقى ايد واحدة نقف مع النادي الاهلي بيمثل الكرة المصرية وبيمثل مصر بيمثل مصر وتلات تربع لعيبة اللي في النادي الاهلي بتمثل منتخب مصر انا لحد كده توقفت انما القضاء دي مفتوحة مع حضراتكم الفترة جاية وهزود الوقت كمان عشان هقول على حاجات ما تقلتش قبل كده وبقول لجمهور الاهلي مبروك تصدركم للدور العام ومبروك على الصفقات الجديدة قلت لكم بشبي كام بنشوف فين المكان اللي فاضي بندعمه بنراحة وبهدوء والكلام ده كله وانا شاف حتى رغم ان فيه تعاقد مع امكان اتنين بش واحد انا شاف ان الفترة الوقت وفع لحلها الحمد لله مش عاوز حاجة انما خير وبرك اللي يجي خير وبرك هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة بين المجل